بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مشرفيننا طبعا منوريننا وحب راحب السادة الضيوف اللي جايين من آخر الدينة يعني معنا في المؤتمر أستاذينا الكرام قسمي العزيز الأستاذ الدكتور علاء رشاد رئيس القسم ومجهود رائع في تنظيم المؤتمر زملاء الدكتور ابتهال وبالعقس زملاء في القسم أستاذي الكبار اللي جايين يشرفونا النهاردة وعلى رسوم أستاذنا الدكتور إبراهيم شعلان أستاذي اللي امتحني في سنة 5 ودخلت عليه شورت كيس والدانيل فول مارك الحمد لله قسم مستشفى الصدر طبعا دي مستشفى بتاعتنا اللي هي امتداد لقسم الصدر وأعتقد أن أفضل علاقة طيبة ما بين الجامعة وما بين مستشفى في الصحة هو قسم الأمراض الصدرية بطب إنا ومستشفى صدر إنا دول من اعتبرهم إخواتنا وزملاءنا وامتداد لنا يعني إحنا مش بنحس أبدا أن فيه فرق ما بيننا وما بينهم نهاي على المستوى الشخصي وعلى المستوى العلمي كل الشكر والتقدير للسادة والحضور عشان ما ننساش حد ومشان ما نقولش عليكم لأن هما زينئينا في ربع ساعة فنحاول نختصر على الأد مريضة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم بالترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم بالترجمة نانسي قنقر 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 في نيو دفنيش الاسوب دي نيو سراتجيز برتمانيولوجي نيو سيكشن برونكيس ضفل القول في أدشان الانفرميشن انسكرينين اندكس فايندين الابcd اسسمين طول بي اسسمين طول نيوان فرميشن انسي تيشيس بكسيناتشن ركمنديشن بيبالي تيرابيطي 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 السحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي Laba Lama and of Laba ICS have been changed, new definition of CPD exerbation, management of exerbation has been expanded, CPD and comorbidities and CPD and COVID-19 have been updated. Definition Definition التغير في الثالثين عبارة عن Heterogeneous lung condition characterized by chronic respiratory symptoms at Disney's cough sputum production due to abnormalities of the airways, bronchitis or bronchitis and or alveoli infusio That caused persistent often progressive air flow obstruction وده كان اول change عندي في الثالثين عشرين انه هو الديفنيشن بتاعي التغير بدل الديفنيشن بتاع السنة اللي فاتت نيو ستراتيجي هو ترمينولوجي والتاكتونومي السيكشن عن دياغنوستي كريتيري قادد وربوسد نيو كاتيجوري اللي هو البرزم برزيرفد ريشو امبيرد سبيروميتري انكلود الانديفيدوال هو برزين تويز استركشن اللانج ليجن ومعه اذر فسيولوجيكال ابنرماليتز زي لو فرسد اكسباراتور فوليام ون جاسترابينج لكن الارفلوبستركشن لسه زي ما هي اكتر من سبعة من عشرة في المية بوسط جرونكوديولياتور والعيان ده بنسميه بريسيو بدي والنورمال ريشو بتاعته لسه نورمال زي ما هي لكن هلاقي ان الافي بيوان ممكن تقل الافي بي سي تقل لكن استيل الريشو مور زان او بوين سبين في النورمال العيان ده قات ريسك اوبر طايم of developing air flow obstruction العيان ده بنعمله ايه طبعا بننصحه سموك السيشن وبيتحطي في الريسير كوبزرفيشن ان العيان ده قات هاي ريسك اوف سيوبي دي السيوبي دي هازبين ترديشنالي اندرسود as single disease caused by tobacco smoking لكن دلوقتي بدأنا نفكر ان العيان في ازر ريسك فاكتور تانية مهمة عشان كده في نيو تكسونومي او classification including non-smoking related COPD type فطلع عندنا دلوقتي different of COPD or etiotypes ده البروبوز تكسونومي او etiotypes for COPD ال classification في genetically determined COPD او COPDG زي الالفا 1 anti-tripsin deficiency COPD due to abnormal lung development منسميه COPD D وده بيحصل في الإيرلي live we including premature birth weight في environmental COPD COPD smoking منسميه COPD C وده اكسوبوجر لي التوباكو smoking Biomass and air pollution COPD due to infection بنسميه COPD I ده childhood infection وTB associated COPD COPD and asthma بنسميه COPD في أزمة COPD A وده بيبقى في تشايل دهود أزمة وCPD وفي النون ده الـ new taxonomy او etiotypes بتاع COPD اللي اضافت حديثا فيه كورونيك برونكايتس ما كانش متضاف في كورونيك برونكايتس كورونيك برونكايتس وبدأ يتكلم عنه باستفادة بعض الشيء فيه الديفنيشن اللي احنا عارفينه كلنا كورونيك برونكايتس في الديفنيشن يقول لنا ان البرونكايتس من 27% ل 35% في البيشن ولكن لنا ان فيه من 4 ل 22% في كورونيك برونكايتس ممكن يبقى موجود في الـ never smoker زي الهناليشن الكسبوجر والبيوماس والجيرد والكستروسpelجيال աستematين في النارمال يا ميوكس تتكون من معلوم في الماء والـ你واسين والنِ موسين وعلى لسولة ولبية تترابل في الهوالا علوم بالغااث المس joins والموحد الليل المكين الموسين 5 August والموسين 5 والموسين 5B معلوم البلجيدي في النارمال حلاء أن الموسين 5A is produced by proximal airway surface goblet cells لكن الموسين 5B produced by surface secretive cells found throughout the airways and submucosal glands في السيوب دي حلاء أن الموسين 5B increased due to submucosal gland hyperblasia and the airway occlusion كان موكي الموسين 5A and 5B have been associated with coronal bronchitis symptoms in current smokers لكن لاحظنا أن الموسين 5A has been associated with more increased exacerbation frequency, increased symptoms, and increased lung function decline في الأدلت over than 50 years, chronic bronchitis without air flow limitation represents an early marker for the long term risk of COPD and all-cause mortality في السن ما بين 35-45, chronic mucus production, significant risk of air flow limitation نحن متوقعين أنه بيحصل significant air flow limitation لكن السن ده هو السن الأفضل أننا أنصح فيه الpatient انه stop the smoking لأنه لينا أنه إحنا في السن ده لما بيحصل smoking cessation بيرجع الميوكس production للنورمال لبل كأنه فيه في الـ never smoker كأنه مدخنش خالص قبل كده الـ screening and case finding screening of spyrometry for diagnosis of COPD in general population is controversial حتى الآن symptomatic individual وما فيش significant risk factor no spyrometry screening is indicated في العيانين اللي معهم symptoms of risk factor أكثر من 20 back years of smoking or recurrent system infection early live events screening of spyrometry should be considered as a method for early case finding طيب الـ gold advocates active case finding يعني أنا العيان اللي بيجي لكم بليني ومعها symptoms ده أنا بنصحوا أن أنا أعمل spyrometry علشان أعمل early case finding systemic active case finding in primary care setting via mail out of screening questionnaire was also found to be an effective way to identify undiagnosis UPD patient يعني هو باختصار الـ spyrometry أنا مش بستعمله إلا لو فيه عيان عندي risk factor أو عيان هو complaining فيه symptoms عندي فبعمل حاجة اسمها active screening اللي أنا بطلب من البشانت أعمله spyrometry عشان discover اللي هو early case of spyrometry أي عيان تاني يعني أنا أعمل screening spyrometry العيانيني عشان أشوف في early CPD أو لا ده نترك ممند حتى الآن الـ ABE assessment tool إحنا طبعا كنا عندنا الجدول المشهور الـ ABCD في الجول 23 شالوا منه الـ C والـ D وضموهم مع بعض وخلوهم إيه الـ C والـ D الـ C والـ D الـ AB زي ما هو according to the extermination لو كان واحدة أو moderate extermination مودتش إلى hospitalization وaccording لـ MRC أو الكاتسكور من 0 الـ 1 يبقى A أو أكتر من 10 يبقى B طيب 4 الـ C والـ D تشغل وتحط مكانهم الـ E extermination زي ما هو لو أكتر من اثنين moderate أو واحدة leading to hospitalization لكن لغينا قصة السيمتوم أو severity بتاعت السيمتوم فبقى التأسيمة واحدة اللي هي AB E classification طب الـ position في لابا and dilemma واللابا ICS has been changed there is no high quality evidence such as randomized controlled trial to support initial pharmacological treatment strategies in newly diagnosed C-U-B-D أنا ما عنديش أي randomized controlled trials أقول أبدأ بإيه فعيان أنا لسه مشخص أنه C-U-B-D مفيش فكلها اكتهادات ولكن المتعرف عليه أول مقبول أن أنا ببدأ بيه الجروب A bronchodilator inhaled bronchodilator فيه الجروب B ممكن أدي لابا-lama مع العلم أن اللابا-lama أننا أدي single inhaler device هو الأفضل وفيه الجروب A بدي اللابا-lama وبشوف الاسينوفيلز لو أكتر من 300 بزود معهم ICS طب الـ CT chest الـ CT طبعا انكليز لدلوقتي available في كل الأماكن research tool clinical practice هاللي يدور في السيوب دي أنا بستعمل الـ CT chest في السيوب دي دلوقتي بدأ الاستعمال وزيد بسببين السبب الأولاني أن الـ Lung cancer بدأ يقل وصل لـ 50 دلوقتي بنشوف 50 وأقلي من 50 patient with lung cancer السبب السبب الثاني أن في دلوقتي الـ endobronchal valve or valve verbalismic therapy في عينين السيوب دي أنا بستعمل منذار بتركيب الفالب بدأ يبقى exis endod وبدأ يبقى في استعمال كبير شوية فبدأ أنا بستعمل الـ CT بستعمل فيه differential diagnosis لو عندي frequent extirpation وإذا عندي مش مشي مع Lung function بتاعت السيوب دي بطر أعمل CT عشان أشوف لو فيه disease أنا مش أخد بالي منه في Lung volume reduction surgery عشان عشان أعمل لإنفيزيمة بتاعتي عشان أقدر أعمل surgery ولو في Lung cancer screening بستعمل low dose CT جسد In summary COPD patient with persistent exxerbation symptoms out of proportion to disease severity or lung function test الـ FIV1 أقل من 45% مع significant hyper inflation أو criteria meet lung cancer CT chest imaging should be considered طب إيه الـ vaccination اللي نحن بنستعمل هم في عيان stable COPD هم influenza vaccine هو كلهم vaccination A E Evidence B كل vaccination Influenza vaccine 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 COVID-19 vaccine vaccine لكن الضغف دلوقتي نحن نفضل ندي الـ vaccine وبالتصص وبدي الـ vaccine 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 لعيانين CPD يعني انا ادفايس او روكم مند ان انا اخدهم حتى هو لو كان اخدهم قبل كده وطبعا لو ما كانش ياخدهم ده ايه ايه انا 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 بسرعة جدا بس برضو يعني مش لاحق صراحة يعني انا ملحيتش طيب يعني افاجري من كده مش عارف اجري اكتر من كده يا جمال او او احنا انا ايه سيرابيتيك انترفينشن لريديوس سيو بيدي مورتاليتي فيه فرماكولوجيكال ثرابي يعني كانت عملت استادز قبل كده اللي هي التورش كلينيكال ترايل والصمت ترايل اننا لو اديت لابا اي سي اس في كومبينيشن مش بيأثر على سيو بي دي لانه هو مش بيأثر او الاستادي فشلت انها تدينا ريزلت واضحة اننا اضافة اللابا اي سي اس هل حتأثر على المرتلت او المربدي تا سيو بي ايه الريسيرف دي فيلد لكن ريس انتليد عملت راندوماز كلينيكال ترايل تانية الامباكتو هي الاسوس ترايل قالك ان الفكس دوز انهيل دي تريبل كومبينيشن لابا لاما اي سي اس ريتيوز اول كوز مورتاليتي كومبيرد لي ديوال انهيلد لونج اكتنج برونكو ديليتور وده برضو من الركومبينيشن حاليا نكتشف ان التريبل سيربي بيقلل المورتالي في عيانين السيو بي دي كومبيرد بي ديوال سيرابي اننا نفر ميكولوجيكال سيرابي لو انا قلت العيان هل هيأثر على المورتاليتي لقينا ان هو بيأثر فعلا ان احنا فيه عدنا عشرة اسابيع الناس دول تحطوا في مكان معين وتمنعوا من التدخين وبعد كده الفلو أب لقينا ان فعلا حصل للمورتاليتي في الكيس في السموك سيسيشن انتربينشن جروب بالمورتاليتي في عيانين السيو بي دي ودي لما من الحاجات اللي احنا فيه ديفيكت كبير عندنا حتى على مستوى الجامعة عندنا بالمورتاليتي غالبا احنا مش بنعمله او محدش بيهتمي بيه من رغم انه هو ليها طبعا احنا عندنا اغلب العلاق بتاع الشيست عموما اللي هي البخاخات وهنا لاي مشاكل كبيرة في موضوع البخاخات بداية من طريقة استعمال البخاخة بداية من البيشن بتاع البخاخة اللي يرفض فكرة البخاخة من الاساس ويقول لك اتعوض عليها طريقة استعمالها فكل دي مشاكل عندنا احنا كشيست بالذات في موضوع البخاخات فاختيار البخاخة طبعا احنا ان يحصل في الابعد من الورو فورمس او في البريفرال بتاع اللانج لازم البارتكلز تبقى من اتنين لخمسة بنسميها فين بارتكلز او اقل من اتنين لتنين مايكرون وده بنسميه اكسرا فين بارتكلز وتاني برضو والله انا يعني انا انا باج رجالي طيب بقى طب باختصار اللي هو الميتر بدوز انهيلا او الصفتي مستنهيلا يتحرك سلو ان دي بانسبيوريشن عكس الدرايب بودر بحتاج فورسفول انسبيوريشن طب السيليكشن او اختار الدليبالي سيستم او الجهاز بتاعي بناء على ايه هنقول دلوقتي فيه السلايد المجمع الادهرانس بتاع نهيل دي سيوب دي ميديكيشن الادهرانس ده بتعرف على انه البروسيس بايهويتشي بيرسون تيكزير ميديكيشن او برسكرايب دبيوهيويتشي كير بروفيدر الادهرانس يا جماعة اس تشيلنج انسيو بيدي لو مافيش ادهرانس كويس ممكن اثر عندي ديني بور سيمتم كنترول نكريز دي ريسكوف اكسيربيشن نكريز الهلسي كير بيطوليزيشن نكريز الهلسي كير كواليت اوف لايف الادهرانس بيختلف طبعا حسب السوشيال والنفاريمنتل والبيرسون ريليتد والتريتمنت ريليتد فاكتور كل مايبع عندي لو ادهرانسي بقى برضو الافكس بتاع دراكز مش هربقى كويس انا بختار الانهيلر ديفايس بناء على ايه الانهيلر ديفايس بتاعي انا بختاره بناء على الحاجات دي اذا كان ابيلابل ولا لا البيشن تبليف ان هو الساتيسفاكشن بتاعي النمبر اف ديفراند ديفايس انا بطلوبه الديفايس طيب الشير ديسيجن بيشن كوغنيشن كل دي حاجات احنا بنواجهها في العيادة بنحتاج نتعامل معها بشكل جيد عشان نوصل لهاي ادهرانسي بيديكيشن الانترفينشن السيرججال سيرابيس سورت سيو بيدي عندي دلوقتي بدأ فيه توسع في السيرجيري في عيان السيو بيدي خصوصا لو بيبقى فيه انفيزيمتاس بيز تريتمت زي البيلوكتومي واللنج فوليوم رداكشن سيرجيري برونكوسكوبك لنج رداكشن والسيليكتب كيس لانج ترانسي بلانتيشن السيرجيكال والانترفينشل تريتين فوربيشن في زين فيزيما لبين سيبريدي وبيشن سيمتوم برزب بالمونري عند النون بالمونري كورموربت كونديشن البلانس و بنيفيت ريسك ريشو طب اه طيب يعني احنا كده يا جماعة السيرجيكال عندي هنا اهو في الدسقور ده كونك برونكاس بعمل نيتروجين كريوسيرابي لا معلش يعني خمس دقائق طيب خلاص سيقول لأستاذنا الدكتور برهيم شعلان بس دي يا جماعة مهمة ان احنا عندنا ايه سيرجيل ممكن نستعملها فعيانين كورونك برونكايتس ممكن اعمل نيتروجين كريوسيرجل او ريوبلاستي في الأكيوت برونكايتس والبولة والإنفيزيما بعمل وفي البولة والإنفيزيما ممكن نعمل مجاند بولوكتومي ولانج فوليام ريداكشن سيرجيلي او اندوبرونكايت البولي بلسمن الديفنيشان متاع سيوبادي اكزيربيشان في محاضرة كاملة دكتور برهيم أستاذنا دلوقتي هيتكلم عنها فممكن نتجاوزها المانجمت اكزيربيشان برضو في المحاضرة بس الجدول الجديد ده فيه الجول 23 بخصوص اكزيربيشان اللي هو في الآخر بيقول ان تيلة بلمونة الريهبليتيشان افكتف في عينين السيوب دي طيب لما جاء حصل الكوفيد ناينتين والبنديميك الناس بطلت تطلع أو طروع فبدأ يتعمل تيلة الريهبليتيشان في البيوت عن بعد ولو ان النتائج بتاعته زي زي بتاعت البلمونة الريهبليتيشان الترادشنال بتاعنا السيوب دي الكوفيد ناينتين السيوب دي العيان للسيوب دي مش قاد هاي ريسك لان هو ياخد انفكشن ولكن قالوا ان السيوب دي لو خال انفكشن بيبقى سيفير انفكشن وممكن يقدي الى الهسبوط ويدي فيه اعلى من العيان العادي انسامري عندنا احنا هتكلم اخر ثلاث سلايد الكون كولوجين بتاع الجولد او الريبو الـ 23 يا جماعة دي الاخر ثلاث سلايد مالش عايزين دياع عليهم اللي اتكلمنا فيه البرزم اللي هو البرزير ريشو امبير سبيرومتري وده العيان اللي بيجي بعمله سبيرومتري في العيادة بلاقي الف اي بي وان قلت والف في سي قلت ولكن الريشو ستيل اكتر من سبع من عشرة يعني لسه في النورمال ده عيان بيبقى under observation لانه at high risk of developing السيو بي دي الحاجة التانية الكليني الابديت اللي حصل الاب كان اب سي دي اسي من طول دلوقتي بيت اب اسي من طول ولغينا اللي هي الكلس متاعت سي بيت وعتبادنا بس على ال اكس زي بي شن وبي جروب او بي وي الانتروفنشن للصدز الاخير اتعملت ان اللابا لاما ICS بيقلل المورتالي في عينين السيوب دي والكوروني برونكايت في سكشن كبير اضاف لقينا ان الموسين 5AC بيبقى اكتر مع الاكسيربيشن في التشينج في الاكسيربيشن حيكلمنا عنه أستاذنا دكتور إبراهيم تيل ميدسن زي ما قلنا اللي هو عن البلموني الريهابيتيشن عن بعض اكتشفنا ان هو زي وزي البلموني الريهابيتيشن العادي الكومور بتززيل كوفيد 19 وي سيوب دي زي وزي اي بيشن بالنسبة لريسك الفين فكشن لكن لو خد الفين فكشن بيبقى سيفير والديس ريت في عالي شكرا جزيلا بك شكرا